تبوأت مملكة البحرين المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر حرية الإنسان لمؤسسة فريدريت نومان الألمانية للحريات خلال العام الجاري 2015 وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة على المستوى العربي في هذا المؤشر السنوي العالمي الذي تعده وتنشره معاهد عديدة تابعة للمؤسسة الألمانية ويعتمد هذا المؤشر على رصد وقياس حريات الإنسان الشخصية والفردية وفقا لستة وسبعين معيارا في مجالات عدة بما في ذلك معايير سيادة القانون والعدالة الإجرائية والمدنية والجنائية والأمن والسلامة وحرية تحرك المواطنين والأجانب والحرية الدينية وحرية إنشاء منظمات المجتمع المدني ومدى استقلالية المنظمات وحرية التعبير والصحافة والقوانين التي تؤثر على المحتوى الإعلامي وحرية الوصول إلى شبكة الأنترنت والحرية الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر